أنت شون قدرت تسافر في ذاك الوقت؟ السفر يعني ما كان سهل أعتقد كان اللي يعني اللي يطلبوه ما يجسر لمشاكل أنت شون قدرت سافر؟ وأنت ما سافرت بالسقوط تسنت ألفين سافرت؟ أنا سافرت آخر حفلة إحنا جلنا نروح يوميا بشكل معدي أنا كان مكتبي بالمنصور فوق مش مشيه مرتبات مشيه فكان قريب عليه وطبعا عدني خطين تليفون هنا وخطين بالبيت فمينتصلون بي وين يردوني موجود أكون على العموم فديوم جد قلت لدي دعوة أنا السنة كنت مخلص كلية في نون وفترة قبلة دزيت واحد مكاني رادوا دعوة إلي وأنا بعدني ما مخلص تعرف عمال العسكرية والإجراءات فأنا كنت مدافع بدل فدزيت مكاني فنان والشخص هذا الفنان معروف نجم دزيته مكاني لدبي بعدين رجع نفس هذا المتعهد خابرني قل لي ما خلصت أنت ما سمعت بك خلصت لهذا وليش ما ديج قلت لإن شاء الله جاءت استاذنت منا معودي قلت له عدي سفرة وأريد أروح عدي دعوة لازم نطلع للأردن الجواز من الأردن ومن الأردن عندنا التذكرة والفيزة من ناقدستين ما ونطلع قال له مو تغيب مو تغيب مو تغيبونه هوا يوم قلت بقلبه شنو شريكو ياه ياه أي والله فطلعت وبعدين رجعت قبل السقوط رجعنا رجعنا كان عيد ميلاده وثمان طاعة الستة جينا أنا ومجموعة من زملائي الفنانين جايبين هدايا إلي جي جيبت له أنا جيبت له نسر محنط وجينا عن طريق البصرة بالباخرة وفي فنان ثاني زميلي جايب لعود وفنان ثالث جايب لسلسال ذا ودخلنا عليه فقال آه ليش مكلفين نفسكم هاي قلنا له هذا أقل واجب هاي فأحد المواقف أنا لابس قميص طالع بينه بيه الشعيل استوى أغنية إلى أسود وبيه مربعات أبيض أنا كنت لابسة ومن لابسة جيت صدفة غنيت قال لي شواء القميص مالتك لازم جايبة منك من الماراتة قلت له رجعت صدفة ورا يومين أنا قاعد بالمكتب لابس نفس القميص انتصلوا بيه قالوا هسه تيجي فورا تتوجه على كان شفرة رقام ثلاثمية أربعمية عشر يعني العنوان أنا أعرف وين فطلعت على هذا المكان ولقيته هو موجود فقال لي الشي ناعي تعمل لابس هذا القميص عود يعني تتبيني من هذا قميصك يعني جايبة من المارات والله لا تلبسه بحقا لون يوم رأس انت له هذا القميص خفوه طول هذا كان أحد المواقفين شكرا شكرا شكرا